النهاردة دكتورة سحر نصر وزيرة الاساسمار والتعاون الدولي اختتمت زيارتها لدبي بزيارة منطقة جبل علي ده كان على هامش مشاركتها في المنتدى الاساسماري الثالث عشر للمجموعة المالية هيروس الوزيرة زارت هناك مصنع شركة الخليج للسكر وشافت الطريقة المتعلقة بانتاجه وان الشركة نوية انها تنشئ مصنع في مصر علشان يتم انتاج اكتر من 450 الف طن السكر بتاخد من البنجر في العام والوزيرة استمعت لشرح من المسؤولين عن الشركة حوالين طبيعة عملها واللي عندها طاقة انتاجية بتبلغ 7000 طن من السكر الابيض المكرر يوميا تفاصيل زيارة دكتورة سحر نصر في تقرير اللي جاي اختتمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثماري والتعاون الدولي زيارتها الى دبي بزيارة منطقة ميناء جبل علي على هامش مشاركتها في المنتدى الاستثماري الثالث عشر للمجموعة المالية هيروس وتفقدت مصنع شركات الخليج للسكر وشاهدت طريقة الانتاج حيث تعتدم الشركة انشاء مصنع في مصر لانتاج اكثر من 450 الف طن اغلبهم من سكر البنجر في العام زيارة استمعت خلالها الوزيرة الى شرح عن الشركة حول طبيعة عملها والتي اصبحت لديها طاقة انتاجية حالية تبلو 7000 طن من السكر الابيض المكرر يوميا ويعمل لديها حواليس منمات عامل وموظفة وذلك منذ بدات انتاجها في عام 1995 مشيرين لانه يتم تصدير منتجات الشركة بصورة منتظمة الى اكثر من 50 دولة مما فيها دول الجوار في منطقة الخليج العربية كما يتم عمل ابحاث حول نسبة السكر في البنجر والتي تتأثر حسب اقتراب كل دولة من خط الاستواء واشادت الوزيرة بمصنع شركة الخليج للسكر واعتزام الشركة عمل مصنع في مصر يعتمد على انتاج السكر من البنجر ما يزيد في انتاجية السكر في مصر ويساهم في توفير فرص عمل للشباب مشيرة بان الحكومة ترحب بأي مستثمر عربي او اجنبي في مصر وتعمل على توفير كافة التسهيلات له لاقامة مشروعته والتقت الوزيرة بعدد من مسؤول صندوق الاستثمار العالمية خلال مشاركتها في المؤتمر الاستثماري بدبي حيث تم بحث زيادة استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة والتحديات التي تواجه عمل بعضهم في مصر